نشرة مفصلة للأخبار والبداية مع العنوي القوات المسلحة اليمنية تتوعد بالرد على تصعيد التحالف السعودي لغاراته وشهيد وعدد من الجرحى في السهدى في مناطق مدنية في الحديدة طهران تصف البيانة الأمريكي الخليجي بشأن المفاوضات النوية بالملفق وتتهم واشنطن بمحاولة خلق أزمة جديدة في المنطقة تجمع المهنيين السودانيين يحمل المجلس العسكري مسؤولية المجازر بحق المتظاهرين ولجان المقاومة تتوعد بمواصلة الثورة السلمية أهلا بكم حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريم أن تصعيد قوى العدوان لغاراتها ستكون له عواقب وخيمة عليها وعليها تحمل نتائجه سريع وعبر تويتر أشار إلى أن قوات التحالف السعودي الأمريكي شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية توزعت على عدد من المحافظات وكانت غارات التحالف السعودي أدت إلى استشهاد مدني وإصابة رجل وامرأة جنوب شرق مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بحسب وكالة سبأ في صنعاء هذا وشنت طائرات التحالف السعودي غارتين على معسكر الحفا جنوب شرق صنعاء ومديريتي جحان وخولان الطيال شرقي العاصمة كما استهدفت طائرات التحالف السعودي جبل الضين في محافظة عمران شمال اليمن ومع تقدم الجيش اليمني واللجان المستمر باتجاه مأرب تتبدى مواجهة وادي أبو جبارة ضمن عملية نصر من الله الكبرى مهدي ديراني والتفاصيل أهلا بكم عملية نصر من الله الكبرى تتوسع وحصادها بات يتركز في وادي أبو جبارة جغرافيا تعتبر هذه المنطقة ضمن خطة التحالف السعودي لتأمين طريق صعد الجوف وهي تشرف على إحدى أهم المدن في الجنوب السعودي وهي مدينة نجران كما تعتبر منطقة العمليات إحدى أهم مناطق العزل التي يقيمها التحالف السعودي لمنع الجيش واللجان الشعبية من الالتحام المباشر مع قواته هذا إلى جانب قرب المنطقة من مدينة صعدة عاصمة المحافظة وما تمثله من رمزية في الصراع الدائر قمعقل لحركة أنصار الله أهمية هذه العملية تتجلى عسكريا بقطع الذراع العسكرية التابعة للتحالف السعودي القادر على تهديد مدينة صعدة في حال كرس له الدعم والجهد القتالي المناسب كما شكلت هذه العملية نقطة تحول مفصلية ففيها انتقلت قوات الجيش واللجان الشعبية من مربع الدفاع إلى الهجوم بما يتطلبه من حشد القوى والتنصيق فيما بينها الأمر الذي وفر فائدا من القوى استفاد منه الجيش واللجان الشعبية في العملية اللاحقة العملية هذه أنهت آمال التحالف السعودي في العودة إلى مراكز دور الحديث وهي مراكز تعليمية للسلفيين في صعدة وجعلت جميع وحداته على امتداد الشريط الحدودي تخشى من مواجهة المصير نفسه شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد على أن البيانة الأمريكية الخليجية حول بلاده معد مسبقا وملفق ويفتقر إلى الشرعية ولا يستحق الرد عليه زادت تهم واشنطن بمحاولة خلق أزمة جديدة ضد إيران قائلا أن الدول التي يجب أن تحسب على مغامراتها وعدوانها في المنطقة بما في ذلك العدوان على اليمن لا يمكنها توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الآخرين وحول العقوبات الأمريكية الجديدة قال إنها تأتي في سياق الضغوط القصوى التي كان يفرضها ترامب وهي ناجمة عن اليأس والإحبار وكان بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين رفعين مستوى من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن إيران بين الترحيب بالعودة إلى المفاوضات حول الملف النووي والدعوة إلى الحوار الدبلوماسي مع طهران ماذا تضمن البيان؟ إشارات جديدة ولافتة في التوقيت والمضمون حول العلاقة مع إيران تضمنها بيان مجموعة التعاون الخليجي التي ضمت مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة ودول الخليج فللمرة الأولى ترحب الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بالجولة السابعة القادمة من المفاوضات في فيينا حول الملف النووي وأكثر من ذلك دعا المجتمعون إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة مجموعة العمل الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي أكدت في بيانها كذلك أن تعميق العلاقات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الأمريكية يصب في المصلحة المشتركة للمنطقة أعضاء مجلس التعاون الخليجي اطلعوا على جهودهم لبناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران لمنع أو حل أو تهدئة النزاعات بدعم من الردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وفي دعوة واضحة للتفاوض حثت الولايات المتحدة والدول الأعضاء الإدارة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الديبلوماسية الحالية لمنع الصراع وتعزيز الأمن والازدهار الإقليمي لكن البيان لم يخلو بطبيعة الحال من توجيه الاتهامات إلى تهران حيث اتهم البيان إيران بدعم الميليشيات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة وبأن برنامجها للصواريخ الباليستية بات يشكل تهديدا واضحا للأمن والاستقرار الإقليمي المجتمعون لفتوا في ختام بيانهم إلى أن الجهود الدبلوماسية لن تنجح إذا استمرت إيران في إثارة أزمة نووية مع حرصهم على التأكيد بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل مصدر قلق بالغ حذر مجلس الأوقافي والشؤوني والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة من أن سيداف الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى بلغ حدا من الخطورة وتحدث المجلس في بيان له عن القرار الذي صدر عما يسمى لجنة التعليم في الكنيسة بإلزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج المسجد الأقصى المبارك ضمن جولاتها التعليمية للطلاب اليهود في حديث إلى الميدينة كدنائب الأمين العام للجابة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فهد أهمية عدم السماح بأن تدخل الخلافات القائمة بين الفصائل إلى الحركة الأسيرة التي توحدت في معركها ضد الاحتلال يجب أن يكون هناك وجهة نظر من قبل الجميع قائمة على أساس وحدة الحركة الأسيرة ويجب أن لا نسمح بأن تدخل الخلافات القائمة ما بين الفصائل إلى هذا الجسم البطولي العظيم أن ما يقدم من دعم للحركة الأسيرة على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الرسمي أقل بكثير مما يستحق هؤلاء الأبطال لأن في بلدان الشتات واللجوء وفي البلدان الأجنبية والأوروبية بشكل خاص لا زال الدعم والإسناد للحركة الأسيرة والإضرابات القائمة الآن أضعف بكثير مما كنا الحقيقة نرغب أو نتوقع اعتمدت لجنة الأمم المتحدة قرارا يتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيات المحتلة وللسكان العرب الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية وقد جاء اعتماد القرار بعد تصويت 157 صوتا مقابل سبعة أصوات معارضة فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت هذا وأكد القرار أن ممارسات إسرائيل من تشييد لجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية يشكل انتهاكا للقانون الدولي اتقل عامل تنظيفات في منزل وزير الأمن الإسرائيلي بن جانيتس بعد اتصاله بجهة مرتبطة بإيران وعرض مساعدته عليها وفق ما ذكر بيان لجهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي وزارة العادل الإسرائيلية قالت أن عامل التنظيفات اتصل بمجموعة بلاكشادو الإيرانية التي تتهمها التلابيب بالوقوف وراء الهجمات السبرانية الأخيرة ضدها عارضا نقل معلومات من حاسوب جانيتس مقابل مبلغ مالي وقالت الوزارة أن العامل أرسل صورا من منزل الوزير تظهر مكتبه واجهزة الكمبيوتر وهاتفا مشيرة إلى أنه لم يجري نقل أي معلومات سرية حمل تجمع المهنيين السودانيين مجلس السيادة السودانية المسؤولية الكاملة عما وصفه بالمجازر وجرائم القتل المجاني والعنف الممنهج ضد المحتجين في السودان وفق تعبيره وفي بيان له قال التجمع أن الشرطة السودانية تتفوه بالترهات والكذب وأن مؤتمر الصحفي يدلل على موت للمهنية والضمير مشيرا إلى أن لدى القوى الثورية تسجيلات واضحة وموثقة لتورط ضباط وجنود من الشرطة في الاغتيال والقنص المباشر للمحتجين ورأى التجمع أن هذه الجرائم تأتي بهدف كسر شوكة المقاومة السلمية وتفتيت المساندة الشعبية لها وفق البيان هذا وأعلنت لجان المقاومة في السودان استمرارها في مواصلة ما وصفته بالتصعيد الثوري السلمي بكل أشكال ممكنة حتى إسقاط حكومة القتل والوصول إلى دولة مدنية بحسب بيان اللجان وأكد بيان اللجان أن الرصاص لن يقف سدا منيعا بوجه تحقيق هذه الأداف وأن الشوارع ستظل الأمل والخارطة وطريق الوصول إلى الفقم المدني فاصل قصير ونتابع النشرة أهلا بكم من جديد رحب مسؤول المكتب الأمني في كتاب حزب الله العراق أبو علي العسكري بدعوة حصر السلاح بيد الدولة لكنه دع الجهة المطالبة بذلك إلى الشروع في تسليم سلاحها أولا مشددا على ضرورة تسليم قوات البشمركة سلاحها كخطوة تالية لضمان نجاح حصر السلاح بيد الدولة وحذر العسكري من أن التغافل عن حقوق الملايين الذين سرقت أصواتهم يعني عدم وجود ضمان للعملية الديمقراطية في العراق وفق تعبيره زعيم التيار الصدرية السيد مقتدى الصدر كان قد دعا إلى حل ما سماه الفصائل المسلحة وتصفية من وصفهم بالعناصر غير المنضبطين من قوات الحجر الشعبي مؤكدا سعيه لتأليف حكومة أغلبية وطنية في البلاد في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم بما يلي تصفية الحجر الشعبي المجاهد من العناصر الغير منضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحجر الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة المعترضون على نتائج الانتخابات في العراق لا يزالون يعتصمون أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد تقرير صلاح الخزاعي يدخل اعتصام المعترضين على نتائج الانتخابات شهرا جديدا في ظل إصرار على البقاء في الخيام حتى تحقيق مطلبهم في وقت أعلنت فيه مفوضية الانتخابات أنها رفعت الطعونة إلى الهيئة القضائية التي لم يبقى أمامها سوى عشرة أيام لحسم صحتها اليوم المشهد السياسي إذا كانت لدينا قوة سياسية واعية أن تذهب إلى التفاهمات حتى لا يكون لدينا خسارة للنظام السياسي التحديات أكبر بكثير من حجم القوة السياسية المتواجدة في العمل السياسي أطراف سياسية طرحت مبادرات للخروج من الأزمة لعل أبرزها كانت مبادرة زعيم تيار الحكم عمار الحكيم التي تضمنت حلولا تعالج الانسداد السياسي بحسب وصفه لكن من المستغرب أنه على رغم من أهمية المبادرة التي أطلقها باعتبارها شاملة وحقيقة تراعي نسب الجميع وأيضا تعافظ على شكل النظام الديمقراطي وعلى سلمية العملية السياسية وعلى بقاء هذا النظام حاكما إلا أنها لم يتم هناك تفاعل باعتبار أنها أخذت من قبل القوى السياسية على أنها منطلق للتهديئة الأحزاب المشاركة في الانتخابات طرحت استفهامات عديدة بشأن المبادرات المطروحة أو تسريباتها في وقت تنتظر بالعموم الإعلان النهائي للنتائج للبناء عليها في تفاهماتها تلويح ساحات الاحتصام بالخيارات المفتوحة وعدم قدرة الكتل السياسية على حسم تحالفاتها عاملان أساسياً يؤشران إلى تعسر ولادة الحكومة في أقرب فرصة ممكنة صلاح القزاع بغداد الميادين أقر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعدد من الأخطاء التي ارتكبها وحزبه خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة فيما يتعلق بإدارة الحكم وهندسة التحالفات الحكومية والحزبية الغنوشي قال في مقال له نشرته صحيفة الرأي العام إنه أخطأ في عدم مجارات الرئيس قيس سعيد في رغبته بإسقاط حكومة المشيشي واعتبر أن قرارات سعيد تعبر عن إرادة متعطشة للتغيير لكنه أعرب عن خشته من أن تكون تلك القرارات بداية لحكم عسكري مقنع ودع الغنوشي في المقال إلى تجميع كل قوى الداخل والخارج لاستعادة الديمقراطية في المقابل قال الرئيس التونسي إنه يجري العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي وخلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء لفت سعيد إلى أن الأزمات يجري اختلاقها لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية نحن نعمل ليلة نهارا على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين وسنعمل هذا المساء على وضع خطة كما انطلقناه نوع من الاستفتاء الإلكتروني ثم اللجنة ثم إلى آخر المطالب التونسيين نجسدها في دستور حقيقي حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غطورة التطورات في حوض البحر الأسود الذي شاهد أخيرا تكثيفا ملموسا للأنشطة العسكرية الغربية وقال أن الحلف الأطلسي كسر كل آليات الحوار وأن تصرفته لن تبقى من دون رد الموقف نفسه إن لم يكن أسوأ يتعلق بالعلاقات مع حلف شمال الأطلسي الذي يعتمد نهج المواجهة الصريح وتعمل بنيته تحتية العسكرية بالقرب من حدودنا النيتو كسر كل آليات الحوار وتصرفاته عند حدودنا لن تبقى من دون رد يحاول حزب العمال البريطاني تقرب أكثر إلى إسرائيل مع شن زعيم الحزب الحالي كيرستارمر هجوما صريحا على ما وصفه بمعادات السامية المعادية للصهيونية استارمر اتخذ إجراءات داخلية عديدة من أجل تطويق اليسار المؤيد لفلسطين في حزب العمال تقرير موسى سرور كيرستارمر يرتم في أحضان الصهيونية زعيم حزب العمال البريطاني لم يترك مناسبة إلا وتوعد فيها لمحاربة معادات السامية استارمر في الحفل السنوي لأصدقاء إسرائيل في حزب العمال قدم أوراق اعتماد جديدة للحركة الصهيونية عندما اعتبر أن معادات السامية المعادية للصهيونية هي ناقيد لتقاليد حزب العمال مشيرا إلى أن معادات الصهيونية ستحرم اليهود من حق تقرير مصيرهم موقف استارمر خالفه فيه الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربين المنطلق الأساسي هو في اعتراف غير مشروط وكامل للحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية هذا الاعتراف منصوص عنه في بيان حزب العمال معظم الدول في العالم والأمم المتحدة لا تمانع في الاعتراف بفلسطين التقرب لإسرائيل بات على رأس أولويات أجندة استارمر الحزبية هي أجندة تهدف إلى التقلص من المعاردين لإسرائيل والإطاحة بأبرز المؤيدين للقضية الفلسطينية أمثال جيرمي كوربين وربكا بالي من الصفوف الأممية للحزب في البرلمان كما أخذ على عطقه مواجهة حركة البي دي اس في مقاطعة إسرائيل التي اعتبرها مضرة بالعلاقات الإسرائيلية لبريطانية علما أن استطلاعات الرأي أشارت إلى تأييد نحو 60% من أنصار الحزب لمقاطعة البضائع الإسرائيلية حقوق الشعب الفلسطيني مهدورة وصوته غير مسموع هو يعتمد على المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحديث عن معاناته ما دفع إسرائيل إلى الهجوم على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وهذا أمر مدهن زعيم حزب العمال يتوخى الوصول إلى ما سمه استئصال الصهيونية وقد مهد لذلك في تغيير قواعد الترشح لمنصب زعامة حزب العمال لكي يفوت الفرصة على اليساريين من الترشح كما أنشأ هيئة مستقلة عن الحزب للنظر في شكاوى معادات السامية من أجل منع أكبر عدد ممكن من النشاطات المؤيدة لفلسطين موسى سرور لندن الميادين أعلن وزير الصحة اللبناني في راس الأبيض في اتصال مع الميادين عن وجود أكثر من 90 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة متوافرة مجانا في المراكز الصحية المحددة من قبل الوزارة نحن في لبنان كانت الفاتورة الدوائية شهرياً حوالي بين 120 إلى 140 مليون دولار حالياً المتوفر من مصرف لبنان أو الدولة للدعم هو ما يقارب 35 مليون دولار وهذه تشمل الأدوية والمستلزمات والحليب وغيرها لذلك نحن واضح أنه ما كان فينا نستمر بدعم كل الأمور اللي بدنا هيها إلا إذا تحصل توفر دعم أكثر وهذا ما أنه موجود فنحن كان الأولية عندنا للأمراض السرطان للأمراض المستعصية غسيل الكلا وغيره ولذلك نحن بما يتعلق بالأمراض المزمنة طرينا أنه نحن نخفف جزء من الدعم عنها ندعمها بنسبة 65-75% أو هذا هلأ ما هي الحلول الأخرى للمواطن هناك نحن عندنا فوق 250 مركز رعاية صحية أولية في الوزارة هي بتأمن تقريباً فوق 90 دول الأمراض المزمنة وأي مواطن لبناني ممكن أنه يسجل بهذه المراكز ويستفيد من هالأدوية اللي بتقدمها مجاناً الموضوع الآخر هو موضوع الاستيراد الطاري ونحن بهذا الموضوع فتحنا مجال للإستيراد الطاري للأدوية ولكن بشرط أنه يكون في معايير السلامة تعرف أنت بموضوع الدواء معايير السلامة والجود هي أمر أساسي طالما هالأدوية اللي عم تجي هي من أدوية مرجعية أو تستوفي هالشروط نحن حتى نسرع الموضوع فينا نسجل بشكل طاري القطاع الصحي في لبنان يخضع لجراءات رفع الدعم والأدوية تشهد ارتفاعاً قياسياً وسط أزمة اقتصادية حدة تقرير حسان الرفاعي لكل داء دواء إلا في لبنان بات الدواء داءاً بعد إصابته بمرض رفع الدعم من أدوية الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة إلى حليب الرضا كل يخضع لقاعدة واحدة الدواء لمن استطاع إليه سبيل رفع الدعم جزئياً عن الدواء وارتفعت بشكل خاص أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسب متفاوتة تتراوح بين أربعة أضعاف إلى تسعة وبات مرضى الضغط والسكر وغيرهم يسألون عن الأسعار قبل صحتهم أنا زلمي عندي صبي عمره 25 سنة صار عنده فشل كلاوات طرد أن أعمله زرع كلاوة وصلنا لمرحلة أنه كنا قادرين نجيب الأدوية هلأ مش قادرين ورفعونا الدعم عن الأدوية دواء سلسب كان حقه 107000 اليوم حقه 640 ألف طب أنا مناني بجيب يبدو يضحي بابني يبدو يضحي بالدواء ما بقى في مجاله وصلنا إلى الزيرو خلاص لا يزال الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة فيما يتراقص سعر صرف السوق السوداء عند عتبة 23 ألف ليرة مقابل الدولار ما يعني أن الحد الأدنى للأجور يقارب 30 دولارا شهريا وبحسابات بسيطة يكتشف المواطن أن راتبه لا يكفي لشراء ما يكفي من حليب لطفل رضيع الحليب بتاعت عمر السنة كان حقه يتراوح بين 12 و 14 ألف هلأ صار حقه 400 جرام 90 ألف يعني في دواء سكر كان حقه 70 ألف صار حقه 500 ألف في دواء الضغط كان حقه 21 ألف صار حقه 147 ألف وبالتالي نحن بعدنا عم نحكي عن رفع دعم جزء فكيف إذا رفع الدعم كليا عن الدواء لم يعد الوجع يقتصر على المرض وتبعاته بل بات ينبع من العجل عن شراء الدواء لمعالجة أب أو أم أو ربا عائلة أو طفل رضيع جائع فتح عينيه على وطن يتخلى عن أبنائه ويتركهم أمام موت بطيء حسان الرفاعي بيروت الميادين النشرة انتهت وهذا تذكير بالعنوين القوات المسلحة اليمنية تتواعد بالرد على تصعيد التحالف السعودي لغاراته وشهيد وعدد من الجرحى في استهداف مناطق مدنية في الحديدة طهران تصف البيانة الأمريكي الخليجي بشان المفاوضات النوية بالملفق وتتهم واشنطن بمحاولة خلق أزمة جديدة في المنطقة تجمع المهنيين السودانيين يحمل المجلس العسكري مسؤولية المجازر بحق المتظاهرين ولجان المقاومة تتوعد بمواصلة الثورة السلمية لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم دائما زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والانجليزية والإسبانية نلقاكم على خير اشتركوا في القناة